فمش عايزين اطلاقا دايما نظلوا بالدكاترة مش عايزين النغمة دي ليه دكاترة يا بنتي بيعملوا عليهم وعلى قد اللي في امكانياتهم مش امكانياتهم العلمية ما شاء الله دكاترة مصر سوبر علميا لكن امكانياتهم اللي في المستشفى ابوكي دخل المستشفى فيها زراعة كبد طيب هم مش عايزين يسودوا الدنيا يعني انا كثيرا اتسئل اقول للعيان ولا ما قلوش كنت دايما في حيرة والله دايما في حيرة عيان عنده سرطان وسرطان انتشر وعايز علاك كيماوي اقول لأهله ولا اقوله هذا السؤال فضل شغلني سنين لحد بفضل الله بفضل لقيت كتاب توتيل ارنو توتيل تقولي عين ولا لا تلتميت صبح تلتميت صبح مسك مرض مرض عيان سرطان المعدة تقوله ولا لا وتقوله ازاي اريته كله دلوقتي ثقافتنا في ان احنا نكلم العيان اتغيرت لو انت تلاحظي اللي يام دي غير زمان فدلوقتي الثقافة اتغيرت عشان كده جايز جدا الدكاترة اللي قابتين من مدرسة عدم القول مش هقولك خليها كده احنا عنا يعني حن نحاول كده وبتاع وبتاع نلتقي بعد الفاصل ان شاء الله قبل الفاصل كنا بنتكلم مع الاخت العزيزة اللي بنعزيها في ابوها لكن العيب مش في الدكاترة غالبا طبعا ان انا اقطع بحاجة ما شفتهاش ما يصحش لكن المنظر اللي بتقوله بالاعراض اللي قلتها فشل كبدي كلوي مش كبدي وكلوي لا ده مش حل وما لوش حل اعزم ناس عندي اعزم ناس ابن عمي ابن عمي شقيق اعز واحد يعني حبي له مالوش حل ولا هو هو حبه لي هو في المنصورة وانا في مصر لكن لا يمكن يعدي يوم الا ما نتكلم توفى بفشل كبدي كلوي طب انا مش هعمله حاجة مقدرناش نعمله حاجة سنه تلاتة وسبعين سنة ما ينفعش في زراعتك الكبد وتوفى الى رحمة الله فهناك فرق الرسالة اللي عايزة اوصلها لكل واحد هناك فرق بين العلاج والشفاء العلاج احنا بنكتبه بنحاول قدر الامكان ما نغلطش بنحاول قدر الامكان نحاوط على العيان لكن الشفاء الشافي الوحيد هو الله واذا ماردته فهو خلي بالك من الاية حط هو دي تحتياتها لا تلف خط فهو عايش فيه لا دكتور ولا دوة ولا معمل ولا اشع ولا اي حاجة الرسالة التانية اشتركوا في القناة